ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قطايف ايضا بحلة جديدة او بشكل اخر المقادر التي نحتاجها في هذا القطايف عندي قطايف هذا النوعية ديول ليلة عندي زبدة ذيبة يعني كمية حوالي 125 ذوبها عندي الافارس الكوكاو وقرفة هذي بقتلي من الفيديو خبيتها في الكنجيلاتور و اليوم اني جبتها ورح نستعملها ايضا عندي المول اليوم رح ندلكم بهذا المول عندي الكوكاو الكوكاو وعندي الكيساتين نقدم فيهم القطايف وعندي ايضا البيستاش اللي رح نزين به ايضا من الفوق وش رح ندل عندي كما أقول لكم هذا الكمية ندلها زبدة ذوبتها بسم الله نبدأ على بركة الله بالتحضير 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 الفرن يعني كوني شعرتي نبدأ غير هكا غير بلاقب باش ما تخسروا همش الريحة تحن راهي ما شاء الله مع الزبدة حاولوا ما تحطوهم في الكنجيلاتور لأنه في الكنجيلاتور رح يجمدوا ورح كد يكونجلوهم رح يشربوا الماء ورح يتقطعوا ما يقعدوا لاش هكا ان شاء الله توصلكم المعلومة حلوهم مليح على بعضهم حلوهم بهذا الشكل يعني طريقة اسهل من الفيديو السابق ان شاء الله اثنال اعجابكم انا رح نمسح يدية ونرجع اليكم رح نبدأ وش هندي هندي كاس رح نحتاجه رح نحتاجه رح نحتاجه قاعده وعندي هذلي مول رح ندير فيهم مقطع الفتاعي بسم الله لازم تبعوا الطريقة نخدمها كل يعيش بهذا الشكل حاولوا يطلعوا هالجوانب هذلي الشكل ونزيد كمية في النص ونزيد كمية بل احسن المول القاعدة تكون شوية غاسية كما قلوها بالعامية حاولوا بهذا الكاس تضغطه في النص هكا حتان نزيد شوية في النص ميقس حتى نغلق ميقس على شكل عشتع طائر بهذا الشكل نقدر نجيبه ميقس ونقطعه به هذه الشعرات الزايدين غير هكا يعني انا الميقس هذا راني نستعمله غير في الأطباق حاولوا تعدلوها راح نجيب لفارس وراح ندير كمية فالنص ونكثروش هكا وراح نفوتهم للفرن راح نزيد معاكم حبة ثانية راح نجيب المون لازم يكون شايح ندوروا السعب على الجوانب مليح نضعوا القاعدة يعني كل واحدة وشغلتها حاولوا الدورة ومبعد نخدموا القاعدة حاولوا ما تكثروش باش ما يجيوش طع العين بهذا الشكل نضغطوا ونضغطوا 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 عليهم ونضغطوا صورة احسن وشكل احسن ونضغطوا ونضغطوا كمية طعلا فارس اخدمتها بالكوكو والسكر والخشين وفوتهم نزيد معاكم أحبة ونضغطوا الوقت ونضغطوا مجرد ونضغطوا ليست وليست ونضغطوا وليست ونضغطوا مجرد ونضغطوا القاعدة ان القاعدة لا تحتاج بكثير لانه كندير لافارس راه يتحكم باحكام تكون احسن راح نزيد نكرر نفس العملية راح نجيب المقص راح نقص هذا الزوائد باش ما يتحقوش من بعد العسل ايضا انا نوجده قبل راح نطفي عليه النار العسل انا نشري تاع العلوب انا العسل نشري تاع العلوب لا نخدموش تقدري تخدميه في الدار وتدري له مظهر يعني الانسان اللي يكون يصور راه دائما يعني يكون عنده شوية مشكل لازم نسرع وانا نحتاج يعني ما نحبش يكون الفيديو بزاف طويل عليها نسرع سوف يكون عندي شوية خالل حاطها لانه انا راح حاولوا تخليوا الفراغ باش مبعدا نعملهم باللاكرام شانتيي هذا هو الشكل تحهم انا راح نكمد الكمية اللي راح نفوتها للفرن ونرجع لكم بعد ما طابوا لي الطايف كما راكم تلاحظوا على شكل رش طير وش راح ندير هنجيب العسل هكا وننضي لهم الفوق ونحضر ونحضر طايف كما قلت لكم كما قلت لكم بسم الله ونضي لها وراء ونضي لها ونضي لها ثانية كما قلت لها لها هذا الشكل نزيد الثالثة هذا الشكل سوف نضع الكارس سوف نضع حبة نقسمها على اثنين نضع حبة بهذا الشكل سوف نضع البيستاش سوف نضع الحبات هذا الفراز سوف نضع حبة ونقسمها بهذا الشكل ونضع بهذا الشكل نضع هذا الشكل يعني الكمية تانهر اليوم نزيد لهم باستاش الكمية تانهر اليوم درت لي كمية لبأس بها درت لي حوالي عشرين حبة ما راكم تلاحظوا هذه هي الكيفية تانهر اليوم نتمنى نتمنى اعجابكم هذا الوصفة طايف بحلة جديدة أو بطريقة أخرى جربوها هذا هما ما بقى لي إلا نقلكم في أمل الله وبالصحة ورحة اشتركوا في القناة